قالوا الصحابة رضي الله عنهم كما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يقرأ القرآن رجلان خلي بلك من الأثر الجميل ده يقرأ القرآن رجلان رجل له في القرآن هوى ونية يفليه فلي الرأس يلتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الناس لا إله إلا الله أولئك شرار أمتهم وما أكثر هؤلاء الآن ورب الكعبة وما أكثر مواقعهم وما أكثر قنواتهم تدبر قول معاذ وكأنه يعيش عصرنا يقرأ القرآن رجلان رجل له فيه هوا ونية يفليه فلي الرأس من الفاتحة إلى الناس ومن الناس إلى الفاتحة يلتمس أن يجد فيه أمرا يخرج به على الناس أي ليفتنهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال معاذ أولئك شرار أمتهم أولئك يعم الله عليهم سبل الهدى لا حول ولا قوة إلا بالله لا يمكن يفتح له أبواب الخير وأبواب الفهم بل أولئك يعم الله عليهم سبل الهدى ورجل يقرأه ليس له فيه هوا ولا نية يفليه فلي الرأس فما تبين له منه عمل به وما اشتبه عليه وكله إلى الله يقول ابعاذ لا يتفقهن أولئك فقها ما فقهه قوم قط لا يتفقهن أولئك فقها ما فقهه قوم قط أولئك أولئك الأفاضل الأكارم من المتجردين الصادقين لا يتفقهن أولئك فقها ما فقهه قوم قط حتى لو أن أحدهم مكث عشرين سنة لك لمعاذ حتى لو أن أحدهم مكث عشرين سنة فليبعثن الله له من يبين له الآية التي أشكلت عليه أو يفهمه إياها أي ربنا جل وعلا من قبل نفسه ربنا يعلم هانو يفهم له الآية وقد لا يدرك كثير مننا الآن جلال هذه النعمة لأنه لا يفرق عند كثير من الناس أن يفهم الآية وأن يفهم معناها أو لا يفهم معناها أو لا يتدبر ما فيها من أنوار وأحكام وجلال فالشاهد أن السؤال عن الشمهة لمعرفة الحق والوصول إلى الهدى لا حرج فيه أما أهل الزيغ والباطل والضلال فهم يبحثون عن المتشابه ابتغاء الفتنة والأضلال لأتباعهم من أصحاب القلوب المريضة والبدع والأهواء ويتبعون المتشابه ابتغاء تأويله ابتغاء تحريفه وفق أهوائهم الضلة ومقاصدهم الفاسدة فهؤلاء هم الذين حذر منهم إمام الأنبياء وسيد الأدقياء صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اللذرال بخاري وأحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية الكريمة التي نحن بصر لتفسيرها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية قالت أم المؤمنين عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم احذروهم احذروهم احذروا أولئك الذين خرجون علينا كل يوم للطعن في القرآن وللتشكيك في القرآن ولإظهار المتشابه دون علم بالمحكم ولا حتى بالمتشابه إنما الهدف إنما الهدف أنهم يبتغون الفتنة ويبتغون التأويل الذي يوقع الفتنة في الأمة هؤلاء محرومون من الخير هؤلاء محرومون من الخير لأنهم ظنوا بالقرآن ما لا يليق به من تعارض وتضارب واختلاف لأنهم وبكل أسف ردوا المحكم إلى المتشابه وليس العكس الأصل أن يرد المتشابه إلى المحكم هؤلاء